صعر صغير لعنى تسجيل بلحظة وقف فإحنا وصلنا لل قلنا عنه فاشيال نية الفلسحة شرحة بس أول شي عندنا لفرونتال بيلي الفرونتال بيلي هذي هي هذي فرونتال بيلي من يعني الأرجين معلتها من الاسكين من السيبرفيشال فاشيال يقول منشأها من البشرة والسيبرفيشال فاشيال مالت من مالت الحواجب وأكيد الإنسيرشن مالتها للإبيكرينيال أبرونوسيس نفس الإنسيرشن مالت الأكسبيتال بيلي والعصب لغذية هو الفاشيال نيرف هذي خلنا نعرف هذي هو سيبرفيشال فاشيال أدنا بطبقات الجلد أدنا أول شي اسكين وبعدين طبقة دهنية وبعدها سيبرفيشال فاشيال هذي الفاشيال مالتي تدخل بها ديب أريد أشويلها في الفيديو خاص اللي ما يفتنسه أو اللي ما قاريها أنه هي طبقة تكون جورجلد يعجو البشرة بين السيبرفيشال الأجيبوس تيشيو بين الطبقة الدهنية السطحية وبين الطبقة الدهنية الديب وعدنا ديب فاشيال اللي هي تغلف لنا التراكيب يعني مثل نسم غلفت من العضلة بس من مميزات الوجه والرقبة ما بيهم ديب فاشيال بينما البقية الأجزاء الجسم بيهم ديب فاشيال فإذا عدنا بس سيبرفيشال فاشيال ومنهار سيبرفيشال فاشيال مالة الحواجب ديب فاشيال سأقوم بوضع سيشئ لنا وعندنا وانترين لأن هذه القزمة الموجودة هنا اسمها فرونتالبون وهذه اسمها اوكسيبتالبون فاعنا من نحفظ أسماء العضام سنعرف اسماء العضلات ومن نعرف اسماء العضلات سنعرف اسماء العضلات سنعرف اسماء الأوردة والشرين والأحساب فاسماء العظام تسهل لنا الكثير من الأمور هذه فائدة للماذا ندرس اسماء العظام الآن بالنسبة أنه قلنا هي الأوكسيبيتال أوكسيبيتال فرنتاليس مصل عضلة وحدة موجودة عندنا بالسكالب تتكون من التوبلي وشرحناهم ذوي التوبلي ويغذيهم الفيشل نيرف اللي هو الآن سنتعرف عليه أنه هنا ملاحظة يقول note that when this muscle contract من هذه العضلة اللي هي الأوكسيبيتال فرنتالس من تتقلص contract the first three layers of the scalp move forward or backward أول ثلاث طبقات من السكالب تتحرك للأمام أو الخلف اللي شاف أول صفحة يعرف أنه أنا قلت أنه أول ثلاث طبقات من السكالب تكون مرتبطة كأنه هما طبقة وحدة يتحركون كأنه هما طبقة وحدة جميعا جميعا لدينا طبقة رابعة اسمها loose aureolar tissue اللي هو ننسي يجرخوا فإذا هذه الطبقة الرابعة راح تسمح لنا الابني روسيس اللي هي هذي هذه الابني روسيس راح تسمح لنا انه تتحرك على الطبقة الخارجية من العظم من تلجمجمة بيري كرانيو الرابعة مالعطلة كباية من صفحة المعطلة من صفحة أغانية يمكن ان ترفع الحواجر بالتعبير عن المفاجئة او الراب يعني يسا عدنا هذي هذي الفرونتال بيلي وهذي الأكسيبيتال بيلي جواها عدنا الفرونتال بون وهذي جواها الأكسيبيتال بون وهذي عدنا الأبنيروس هذي مراح تتقلص العضلة اش راح يصير راح تتحرك هذي الأبنيروسز على النسيج الرخو راح يسمح لها الطبقة الرابعة راح تسمح لها نتتحرك وراح هذي العضلة ترفع لنا هذي الحواجب لان هي اصلا منشئها من البشرة وسبرفش الفشة مع الحواجب وتقدرون انه ترفعون حواجبكم مثلا بتعبير قال المفاجئة شخص يتفاجئ او الرعب من يحرك حواجبه او يرفعها من يحجي سيصير هذا التقلص مع هذه العضلة هذي بالنسبة للعضلة مرتلة السكالب اللي هي الاكسيبيتال فرونتاليس مصر هسه راح نجي نتعرف على الاعصاب المركزية اللي تطلعنا من الدماغ قدنا هذي الصورة توضح لنا السنترال نارفل سيستم احنا عدنا بالنسبة للجهاز العصبي ينقسم الى قسمين سنترال وبرفرال مركزي وطرفي فسا راح نحكي عن السنترال بصورة سريعة ما راح ندخل دير بي بس نتعرف عليه بالنسبة لي اريد اسوالة محاضرة كاملة يقول يتكون عدنا السنترال الجهاز العصبي مركزي طبعا بالنسبة لكم خلو لكم مركزي وقلم وكتبو بي الاشياء اللي اللي دا نقراها بالنسبة للسنترال نارفل سيستم تحتاجوها كلش مهمة يتكون من الدماغ هذا هو البرين بالنسبة للكورد اللي هو هذا الحبل الشوكي راح تطعن من الدماغ راح تطعن من الدماغ تقريبا 24 عصر وطمعش منها وطمعش منها بس هو شي يقول يقول راح يطلع عنا طمعش زوج من الدماغ هذي العصاب اسمها كرانيا هذي طمعش زوج من كرانيا نارفل كرانيا وبالنسبة من الدماغ العصاب اللي اطلعنا من الدماغ اللي هما جد تقريبا كرانيا كرانيا اطلعنا من الدماغ اطلعنا من الدماغ اطلعنا من الدماغ وطمعش زوج اطلعنا من الدماغ قالنا هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 بالنسبة لل هذه الصورة ما تتجدوا ذكروني أجزلكم ياها يعني مون تحفظوها كلش مهمة نفس الوقت مرتبة هذه الأرقام شنو يعني؟ هذه الأرقام باللاتيني هذا معناه واحد والذي هو مبين واحد هذه ثنيا مبين ثنيا هذه ثلاثة مبين ثلاثة أما بالنسبة هذا شن عرفناها أربعة أدنى باللاتيني V يرمزلنا على الرقم خمسة هناك سوى جابا V وخلي يما I وين؟ على يسرة مالته فهو نخلي يما ال V رقم على يسرة رقم واحد على يسرة يعني نقصه واحد فصارت أربعة ومن خلي رقم واحد على يمنى مالته الجاب صارت صارت ستة باحتبار أنه زوده واحد إذا نحفظ ال V أنه هو خمسة ونخلي واحد على يسرة يصير أربعة نخلي واحد على يمنى يصير ستة جيد إذا نخلي ثنين على يمنى ما سيصير لدينا سبعة لينزودنا واحد عن هذا عن ستة انها يسوى خلي ثلاثة على يمنى فصارنا ثمانية ليش لأن V خمسة وذول ثلاثة صارت ثمانية وقدنا رقم X يرمزلنا للعشرة هذا يحفظ ما بيها أجابة فإذا خلي واحد على اليسرة نفس الفكرة صارت تسعة خلي واحد على اليمنى صارت 11 خلي ثنين على اليمنى صارت 12 لأن هذه عشرة لأن X عشرة زيان هسا بالنسبة نجيل الأحصاب هذول أسماء متحفظوهم مهمات هذول الأسماء شايفين هذول يحفظ النوع مالتهم حفظ الوظيفة مالتهم هم حفظ أول عصاب اسمه الفكتورينيرف اللي هو المسؤول عن الشم شنو نوعه سينسوري يعني شنو يعني إحساس موتور إذنه يعني حركي فإذا الأعصاب اللي عندنا باللون الأصفر يعني إحساس والأعصاب اللي عندنا اللي باللون الأحمر يعني حركة والأعصاب اللي باللون الأبيض نيقول مكسيت يعني إحساس وحركة إن شاء الله نكمل بجزء اللي بعده شكرا 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 شكرا